يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إمامنا وولينا وسيدنا وشفيعنا في الدنيا والآخرة أبي جعفر محمد بن علي الباخر ورحمة الله وبركاته سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرام الظهور المهدوي الحلقة الثانية والتسعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك الخاتمة إنها خاتمة برنامجنا هذا وهذا هو الجزء السابع منها لأنها تشتمل على مجموعة أجزاء عنواننا المتقدم في الحلقة الماضية لا زال مستمراً معنا موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير وهذا هو القسم الثاني عنوانه الخوئي مثالاً إنني أتحدث عن السيد أبو القاسم الخوئي المرجعي الشيعي المعروف بحسب تتبعي لتعريخي المرجعيات الشيعية منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا فإن أكبر مرجعية تحققت على أرض الواقع هي مرجعية السيد الخوئي أخذته مثالاً عنواننا واضح وكانت الحلقة الماضية بياناً تفصيلياً لمضمون هذا العنوان موقف الضمير ما بين منطق الأمير ومنطق الحمير منطق الأمير هو منطق بيعة الغدير وأما منطق الحمير إنهم الحمير البشر إنه منطق السقيفتين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي وتم الكلام في هذه الجهات في الحلقة الماضية حلقة اليوم وهي القسم الثاني من هذا العنوان أخذته السيد الخوئي مثالاً فيها القسم الثاني الخوئي مثالاً هناك في الحياة وقائع وأحداث وأمور ومجريات يقول القائلون عنها من أن الواقعة الفلانية لا تقبل القسمة على اثنين لماذا؟ لأن أمرها واضح وواضح جداً وإنني سأعرض في هذه الحلقة وحلقة يوم غد من الحقائق والوقائع التي لا تقبل القسمة على اثنين بغض النظري عن أنكم توافقوني أو تخالفوني إنني أنقل لكم حقائق ما جرى ومن المصادر وبالوثائق فأنا لا أعلم الغيب وإنما أعتمد على المعطيات التي تتوفر لدي بشرط أن تكون المعطيات صحيحة ليست مزورة من هنا أبدأ تسفيرات السبعينات البعثيون وصلوا إلى الحكم في تموز سنة 1968 في السبعينات قام البعثيون بتسفير الشيعة الإيرانيين الذين كانوا يقيمون في العراق حادثة طويلة لا أريد أن أخوض فيها كثير منهم حوزويون كثيرون كانوا يعيشون في النجف ويعيشون في كربلاء ويعيشون في بغداد في الكاظمية وغير الكاظمية وفي سائر المحافظات العراقية إنها تسفيرات السبعينات معروفة معروفة عند العراقيين معروفة المرجعية كانت مرجعية الخوئي ومرجعية الخوئي جاءت بتخطيط بعثي أصيل يضحكون عليكم يقولون لكم من أن صاحب الزمان هو الذي يعين المراجع هذه أكذوبة لا تماثلها أكذوبة ويضحكون عليكم ويقولون لكم بأن أن علماء النجف اجتمعوا وانتخبوا المرجع الفلاني وهم بأجمعهم يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيه هذه هذه أكذوبة ويضحكون عليكم يقولون لكم بأن أهل الخبرة هم الذين عينوا الخوئي من هم هؤلاء فكل مرجع أتباعه يقولون نحن أهل الخبرة ومن أن مرجعنا هو الأعلم مهزلة مهزلة وأنتم مهزلة أيضا يا أيها الشيعة يقولون لكم من أن المرجع لم يكن طالبا للمرجعية وإنما جاءته قصرا وصار مرجعا لأجل خدمة الشيعة وكل هذا كذب يتقاتلون قتالا على المرجعية لا يوجد مرجع جاءته المرجعية هكذا كلهم يتقاتلون على المرجعية الآن في النجف قائمة المرشحين للمرجعية طويلة والذين يريدون أن يتوثب عليها كثيرون إنهم يحسبون على السيستاني أنفاسه ينتظرون موته الفرحة الكبيرة لديهم أن يعلن موت السيستاني وإذا قالوا لكم شيئا غير هذا فوالله يكذبون هذا هو واقع النجف وواقع خم أيضا لكن ني أتحدث عن النجف لأن النجف الرمز لأن النجف العنوان منذ زمن الطوس منذ أن تأسست حوزة النجف سنة 448 للهجرة وهذا هو برنامجها هذا هو برنامجها الجميع يتقاتلون على المرجعية ويتهارشون عليها تهارش الكلاب والخنازير الحسد يفتك بهم والحقد والبغضاء تهيمنه عليهم وكل واحد منهم يريد أن يأخذها بأي طريقة بأي أسلوب يسقط بعضهم بعضا يفسق بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا في مجالسهم الخاصة ويضحكون عليكم يقولون لكم بأنهم على قلب واحد من أنهم متواضعون يتواصلون فيما بينهم والله كل ذلك كذب في كذب في كذب فلا صاحب الزمان يعينه ولا تجتمع كلمة المراجع جميعا على واحد منهم ولا أن المرجع الذي صار مرجعا ما كان يريد المرجعية وإنما جاءته قسرا جاءته توفيقا كل هذا كذب في كذب في كذب هؤلاء يتقاتلون على الدنيا وعلى الرئاسة وعلى الزعامة ويفعلون كل شيء كي يصلوا إليها لا أستثني أحدا لا من الذين ماتوا ولا من المعاصرين الآن ولا من الذين يسجلون أسماءهم في قائمة المرشحين للمرجعية من بعد السيستان وهي قائمة طويلة وهي قائمة طويلة البعثيون هم الذين وقفوا في ظهر الخوئ وتحديدا صدام صدام هو الذي اختار الخوئ للمرجعية اخترحوا عليه اخترحوا عليه اسماء ورفضها لماذا لأنه يعتقد بأنه لن يسيطر عليهم رفض الخمينية لشجاعته ورفض محمد الحسني البغدادي لشجاعته أيضا ورفض يوسف الحكيم ابن محسن الحكيم لأنه ما كان يريد أحدا من آل الحكيم أن يكون مرجعا وإلا فإن المرجعية كانت ممهدة ليوسف الحكيم لكن البعثيين حددوه وقالوا له لا مرجعية لك ولو تصديت فإننا سنقضي عليك أخرج من دائرة المرجعية ولا شأن لنا بك أموالك منزلتك الاجتماعية كل شيء سيكون لك لكن المرجعية محرمة عليك يكذبون علينا وكذبوا علينا من أن يوسف الحكيم كان زاهدا في المرجعية إنه كاد أن يقتل نفسه عليها ولكن البعثيين في الخفاء أرغموا أنفه وأخرجوه من دائرة المرجعية ومهدوا الأمر للخوء لماذا لأنه كان الأجبن في النجاف كان الأكثر جبنا كان جبانا إلى أبعد الحدود مثل ما نقول في التعابير الشعبية العراقية يقولون فلان زوربة الخوء بالضبط الخوء كان زوربة بحسب التعبير الشعبي العراقي يقصدون بالزوربة الذي يتغوط على نفسه الذي يتبول على نفسه ماء يتسرب إليه الخوف إذا ما خاف فإنه بنحو مباشر يتغوط على نفسه يتبول على نفسه الخوء كان هذا هو الزوربة في التعبير الشعبي العراقي وهو ينطبق على الخوء انطباقا كاملا لهذا اختاره صدام وأيده وبقيت مرجعية الخوء مدعومة من قبل صدام صدام في ذلك الوقت كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة كان الحاكمة الفعلية للعراق ولكنه تحت هذا العنوان لأن دوائر المخابرات والاستخبارات ودوائر الأمن الداخل والخارج كان صدام يشرف عليها بنفسه ولذا فكل الأمور تحت يده وتحت سلطته فصدام هو الذي وقف وراء الخوء وبقي داعما لمرجعيته على طول الخط إلى أن مات الخوء الخوء كان مدلنا عند صدام وكانوا يكذبون علينا يقولون بأن البعثيين يضايقون الخوء لا يعني أن البعثيين كانوا مخلصين للخوء البعثيون سياسيون يعملون وفقا لمصالحهم حين جاء البعثيون في بداية حكمهم كانوا يقولون للناس نحن نمد يدا للمصافحة وللسلام ولكن اليد الثانية نرفعها للصفع على الوجوه هكذا نشأت سياستهم هذا كلام البعثيين في الأيام الأولى حينما جاءوا لحكم العراق في تموز 1968 ميلادي يمدون يدا للمصافحة والتحية والسلام وفي الوقت نفسه يهيئون اليد الثانية لصفع الشخص الذي يمدهن إليه يد المصافحة والسلام لأنهم ربما يحتاجون إلى الصفعة هذه هكذا يتعاملون مع القريب قبل البعيد هذا هو أسلوب صدام فإذا ما تعرض الخوء في الانتفاضة الشعبانية لشيء من الضغط هو جزء من البرنامج البعث وإلا فإن صداما بعد ذلك عاد لي يتعامل مع الخوء على أحسن وجه بعد الانتفاضة الشعبانية فلما قرر البعثيون أن يسفروا الشيعة الإيرانيين وأن يخرجوهم من العراق وكثيرون منهم حوزويون في النجف وفي كربلاء فخاف صدام على سمعة مرجعية الخوء ولذا خطط بالاتفاق مع الخوء أن يتمارض الخوء وأن يذهب إلى بغداد للعلاج وبعد ذلك يقررون له السفر إلى لندن وحينما يكون في لندن تبدأ عمليات التسفير كي تقول الشيعة إنهم حمير حمير كي يقولون من أن البعثيين استغلوا غيبة الخوء وسفروا الشيعة الإيراني وسفروا الكثير من الحوزويين هو زعيم الحوزة العلمية هذا هو زعيم الحوزة وهذا هو مرجع الشيعة فعلا تمارض الخوء ونقلوه إلى بغداد إلى مدينة الطب في بغداد ومنها قرروا أن يذهب إلى لندن وسافر معه البعثيون سافر معه بعض أفراد حاشيته من عائلته وغير عائلته وسافر بعض البعثيين ممنهم على علاقة مباشرة ويعملون بنحو مباشر مع صدام ولما ذهب إلى لندن وجه له سؤالا سكرتيرو صدام وهو نجفي شيعي وجه للخوء سؤالا وكان مرافقا له في السفر علي رضا سأله عن موقف الحكومة من الخوء ومن الحوزة والخوء امتدح الحكومة وامتدح موقفها منه ومن الحوزة بينما في الوقت نفسه كان البعثيون يسفرون الشيعة وأخرجوهم أخرجوهم من دون أموالهم ولكن مع ذلك فإن تسفيرات السبعينات كانت أهون من تسفيرات الثمانينات لكن الخوء أعطاهم قائمة قائمة قد تتجاوز المئتي اسم هناك من يقول من أنها دون المئتي اسم وهناك من يقول من أنها تتجاوز المئتي اسم من الذين تعهد الخوء بأنهم سيكونون في خدمة حزب البعث في خدمة البعثيين السستاني أحدهم السستاني وعائلته وأولاده أحدهم وإلا لماذا لم يسفر لم يكن ذا قيمة آنذاك في السبعينات وحتى في الثمانينات لأن الخوء أعطى ضمانا بهؤلاء الذين أسماؤهم في القائمة بأنهم سيتعاونون مع البعثيين وسيكونون في خدمة البعثيين ولهذا لم يسفر الحكاية فيها تفصيل كثير ولا أريد أن أجعل الوقت لكل هذه الحكاية إنما سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه حسن الكشميري السيد حسن الكشميري هو أخو مرتضاء الكشميري صهري السستاني الذي نصبه السستاني أميرا على الشيعة في العالم الغربي وهو بعثي بعثي أصيل أتحدث عن مرتضاء الكشميري بعثي أصيل وتحدثنا عن بعثيته في مجموعة حلقات دجال سيجستان وعرضت الوثائق بين أيديكم ليس مهما هذا حسن الكشميري وعبر قناة آي آن آن في سنين مضت يحدثنا عن هذه الواقع مرجعية التي توجد انجعاج أو تزعج هذا لا وجود لها في العراق إطلاقا أنا أقولها إطلاقا نعم ها على كل صدام يرحب بمرجعيات تكون مقتصرة في حركاتها ونشاطها فيها الإطلاق هذا ويقدم لهم الخدمات كما قلت يعني يعني نتيجة لذلك نستطيع أن نقول أن وجود السيد علي السستاني في لندن يعني لا علاقة له كما قيل بأنه رادر النجف لأن هناك قرار بتصفيت السيد الصدر طيار السيد الصدر طبعا إذا كان عندنا صور ممكن الأخ المخرج فرجيها لسيد علي السستاني لأنه وصلتنا الصور وهو في المستشفى هذه الصور هي ضمن البرنامج فعلا لأسباب مرضية ليس كما قيل اتعادا عما سيدور في العراق دعني أحدثك نعم هذه ليست المغلولة في عام واحد وسبعين كان صدام نائب لأحمد حسن الباك وكانت بداية التصعيد مع الوجود الشيعي والوجود العلماء في النجف وكان في النجف آنذاك سبعة آلاف وخمسمائة طالب ومدرس ومجتهد يعني فيهم مئة وثمانين مشتهد فيهم حوالي ألف وخمسمائة أساتذة والبقية طلبة في مختلف المراحل وكانت الخطة بهدم هذا الوجود وتسفير هذا العدد الكم الكبير إلا أن القيادة كانت ترفع قدم وتؤخر أحمد حسن الباكر كان خمسة بالمئة وعشرة بالمئة عند وعي للأمور ما يعني يرتجل الأمور ومرة من المرات طلب دكتور موسى الموسوي إذا سامع عنها نعم حاوره ساعة كاملة أنه كيف تتم معالجة الوجود هذا غير أحيان في سنة 71 على 72 قرر صدام حسين تصفيت هذا الوجود فقرر في القيادة طبعا صدام كان يرتكب يتخذ الإجراء ويعنونه باسم الشعب وهذه من مآسي الشعب الإيراق فقرر قرارا سريا القرار رقم 659 قيادة بتسفير هؤلاء بأجمعها القيادة حددت لهذا شهرا واحدا منتبه لي نعم محافظ الكربلة ذاك اليوم النجف لم تكن محافظة كانت قائم مقامية والقائم مقام هو من أبناء النجف ومن أبناء الأسر العلمية عدنا إلى نفس الركيزة التي قلت بأن محمد علي باشا جم عبد الرزاق السيد 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 الخو واجه حراجا حلت الأزمة بأنه عائق من العوائق كيف يسفر هذا العدد من الطلبة والمرجع بينهم هذا يعني عمل غير عامل عمل محرج للمرجعية وبنفس الوقت المحافظ أيضا كان يشكو للقيادة بأنه سيكون في عسر من هذا الآمر ما فوجئ ولم نكن نعلم بأن من الوراء الكواليس كانت القيادة تركب مع الحاشية والحاشية هي أم المصائب وإذا فجأة فوجئنا أن السيد الخو طار إلى لندا من الذي طار بغفقته مجموعة من حاشيته وعلي رضا الذي هو رئيس مكتب العلاقات العام في مكتب السيد النائم آمذاك علي رضا وهو عبوب المحكمة التي أعدمت حوالي ستمائة شخص من وجوه العرام مع طاه الجزراوي طبعا لما جئ بالسيد الخوي قالوا للعلاج وهذا ليس بمخالف يعني الآن أزور لندن وأعمل شيكاب أدخل مستقل ما في مشكلة فقد لما يسألني سائل أقول له جئت لأتعالج وأنا غير كاذب في هذا معنى من معاني سفري أن أسوي شيكاب فهذا ليس بالأمر الصعب هذه ليست المسألة مسألة عادية سيد الخوي وطبعا جابر حسن حداد أرسل إلى الصين وبعد فور إرسالهما في اليوم الثاني أعلنت السيارات في النجف بمكبرات الصوت بأن الحوزة العلمية أمهلت سبعة أيام القيادة قررت شهر لكن المحافظ القائم مقام استغل فترة غياب السيد الخوي والمحافظ وأراد أن يقدم ولاء وإخلاص للقيادة في أسبوع واحد تم تسفير 120 ألف نسمة من النجف وفي تلك الأزمة العسيرة علي غضا كان لا يفارق السيد الخوي في المستشفى وفي مأكله وفي وبعد ما صار ضجة إعلامية في العالم على التسفير وانتزع رسالة من السيد الخوي يسأله فيها ورسالة موجودة عندي نسخة منها في قوم هل أنك صحيح أن النجف والحوزة وأنك فأجاب السيد بأنه لم يضايق ني أحد وتدريسي مستمر وبهذا حلت الله حلت وهجر بكل بساطة وانتهى وابتلع الآن نفس العملية يعني الآن قد يتم تصفية تيار السيد مقتدى الصدر بنفس الطريقة مع السعاد ثم لم يكن السيد والسيستان وحده البخية المراجع غيبوهم مشكلة الحواشي والحواشي يوم الذين يقررون أنا الآن أراهنك على قطع يدي أن تمكنت أن تتحدث مع المرجع على انفراد لخمسة دقائق ما لم يقف إما صهره أو ابنه عند رأسك ويصغي إلى كلمة فالقرار ليس بأيديهم وهذا يتم بالتنسيق الكتاب الذي بين يدي قصص ذات أنياب للسيد حسن الكشميري نفسه قصص ذات أنياب في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المئة تحت هذا العنوان السفرة السفرة العلاجية الأولى إنه يتحدث عن سفرة السيد الخوئي والتي رتبت ما بين الخوئيين والبعثيين الأمر الذي تحدث عنه بالإجمال حسن الكشميري في الفيديو الذي عرضته بين أيديكم يمكنكم أن تعود إلى كتابه الذي أشرت إليه حيث الكلام يبدأ من صفحة مية وأربعة وتسعين وينتهي في صفحة مية وثمانية وتسعين وهذا مصدر آخر يتناول الموضوع نفسه مع شهادات الشهود وكثير منهم أحياء هذه موسوعة موسوعة أتعب صاحبها نفسه عليها حقيقة محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق أحمد عبد الله أبو زيد العاملي وهذه طبعة العارف للمطبوعات بيروت لبنان الجزء الثاني أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل الموضوع وإنما أقرأ عليكم ما جاء في السؤال الموجه إلى الخوئي وما أجاب به الخوئي حينما كان في لندن والشيعة عشرات وعشرات وعشرات الآلاف كانوا يسفرون من النجف وكربلاء والكاظمية ومن سائر المحافظات العراقية ومن الحوزة التي هو زعيمها يقال عنه بأنه زعيم الحوزة العلمية فما رف له جفن هؤلاء لا علاقة لهم بالشيعة أبدا همهم الأول مصالحهم مصالحهم ولذا يجمعون الأموال ويورثونها لأبنائهم وهذا هو الذي تحقق في مرجعية الحكيم في مرجعية الخوئي وهو يتحقق أيضا في مرجعية السيستاني هذه سلطنة ووراثة ووراثة صفحة أربعمية واثنين واربعين هذا السؤال الذي وجه للخوئي بعد المقدمات هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما يناف الدين أو الإنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو إلى الحوزة العلمية أو إلى الإيرانيين فقد ذكر بعض المغرضين أن الحكومة تعاملهم معاملة سيئة أفتون مأجورين بغداد 25 12 71 علي رضا هذا هو سكرتير صدام من الذين كانوا يعملون في مكتب سكرتارية صدام وهو قريب جدا من صدام هو شيعي نجفي الخوئي أجاب بتأريخ 27 12 1971 8 ذا القعدة 1391 هجري قمري بعد المقدمات وبعد أني أني وقمت لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا بالنسبة له كان مدلل وقمت يعملون أني أني بالنسبة لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات ما أنت تعيش في وسطها وأنت زعيمها هل أنت في دروس البحث الخارج في هذا الدراط الحوزوي ما هذا المنطق أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات إكلاوتشي يدري أن عملية التسفير جارية في العراق إنه يجيب بهذه الطريقة حتى إذا ما اعترض عليه معترض في الوسط النجفي يقول إنني ما سمعت بالخبر كنت مريضا في المستشفى والذي سمعته من بعض الثقات وبما أن خبر ثقة حجة كما يقال في علم الأصول في علم الخراء الحوزوي وبعد هذا كبيانه كبيانه في الانتفاضة الشعبانية بيان شيطاني غريب لو أن المنتفضين انتصروا واستطاعوا أن يقضوا على حكومة البعثيين فإن البيانة يشعر بتأييده للانتفاضة ولو أن البعثيين سيبقون في الحكم فإن البيانة يشعر بتأييد البعثيين ولذلك طه الجزراوي ماذا قال له حينما جاء إلى النجف قال له سيد جواد لا أنت اللي سقطتنا ولا أنت اللي دافعت عننا شنوه البيان هذا هكذا قال له قال له سيد جواد لا أنت اللي سقطتنا ولا أنت اللي دافعت عنه هذا هو أسلوب العمائم وهذا هو أسلوب الخوئ سأكمل لكم حكاية طه الجزراوي مع الخوئ ولكن في قادم الوقائع والأحداث لأنني سأذكر لكم الأحداث بحسب التسلسل التاريخي فحينما أصل إلى زمان الانتفاضة الشعبانية سأحدثكم عن حكاية طه الجزراوي مع الخوئ وبعد إني بالنسبة إلي لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين وهو يعلم بأنهم الآن يسفرون وسفروا بتلك الطريقة الإجرامية إنه الإجرام البحثي البحثيون مجرمون فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة كذاب يا أيها السيد الخوئي كذاب 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 النجف الأشرف هذا السؤال والجواب رتب في لندن حينما كان هناك ولكنهم عنون السؤال ببغداد وعنون الجواب بالنجف وإنما رتب هذا السؤال وهذا الجواب لأن الإعلام العالمي أخذ يتحدث عن الإجرام البحثي في حق هؤلاء الناس الذين سفروهم ومنعوهم أن يأخذوا أموالهم من دون سبب من دون سبب لأن البعثيين لا يحبون الشيعة الإيراني هذا النفس الذي ينتشر في أوساط الشيعة الآن من أنهم يظهرون بغضهم للشيعة الإيرانيين هذا نفس بعثي نفس بعثي وهناك أصابع في النجف تحركه إنها الأصابع نفسها التي اتفقت مع عمر موسى أن لا يلقوا بشيعة العراق في أحضان إيران هي 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 الأصابع السيستانية القهرة هذا هو الواقع الشيعي على طول الخاط على طول الخاط رجاء اعرضوا لنا صورة السؤال البعثي والجواب الخوعي هذه الصورة أمامكم وهي واضحة وواضحة جدا هذه صورة للنسخة الأصلية للسؤال وللجواب وبهذا أغلق ملف التسفيرات مع كل تلك الجرائم التي جرت أغلق الملف الخوي هكذا تجري الأمور وشعة مضحكة حينما رجع الخوعي من لندن بعد أن أكمل جريمته هذه جريمة جريمة بكل القياسات تقاطر عليه النجفيون الأغبياء الثولان يقولون لو سيدنا عقب عيناك شنو صار بالشيعة ولكم امطاية امطاية هذا برنامج مدبر ما بينه وبين البعثيين أنا لا أقول من أن الخوعي يريد تسفير الشيعة لا أقول هذا الكلام البعثيون يريدون تسفير الشيعة ولكن الخوعي جبان 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 وهو عبد ذليل طائع وخاضع للبعثيين ولهذا سبب اختاره البعثيون اختاره صدام شخصيا صادق الطباطباء صادق الطباطباء وجه ايراني زوجة محمد باقر الصدر تكون خالته موسى الصدر خاله رجاء اعرض لنا صورته ايام شبابه مع محمد باقر الصدر هذا هو صادق الطباطباء دكتور صادق الطباطباء مع محمد باقر الصدر وكما قلت لكم زوجة محمد باقر الصدر التي هي شقيقة موسى الصدر تكون خالته خالة صادق الطباطباء واعرض لنا صورته في ايامه المتأخرة هذا هو صادق الطباطباء زار العراق في تلك الفترة في فترة التسفيرات زار العراق بعد ان سافر الخوئ الى لندن ورجع من لندن وبعد ان صدر هذا السؤال وهذا الجواب وانتشر بين الناس وكثر الكلام بين الشيعة الايرانيين الذين يعيشون في بلاد الغرب وصادق الطباطباء هو الاخر يعيش في بلاد الغرب فلما زار النجف زار الخوئ وسأل الخوئ عن هذه الفتوى في مدحه للبعثيين ومن انهم يحسنون معاملة الايرانيين الخوئ قال له انني ما كتبت هذا الجواب وانما هذا جواب مزور مع ان الجواب بتوقيعه وختمه لم يكن مزورا صادق الطباطباء قال له ان الناس في اوروبا الايرانيون يسألون عن هذا الموضوع اذا اسألك عن هذا الموضوع وانت اجبني وقل من ان الجواب كان مزورا ومن انهم زوروا ختمي وتوقيعي الخوئ قال لا لا حاجة للكتابة انت قل لهم بان الجواب مزور كذاب هذا الخوئ وصادق الطباطباء هو من الاجواء الاخندية يعرف اكاذب القوم قال له لا استطيع ان اتحدث نهابة عنك وانت لا تكتب لي شيئا مكتوبا هذا الكلام مذكور في المصدر نفسه الذي قرأت عليكم منه ما جاء في سؤال علي رضا وجواب الخوئ صفحة 453 وفي صفحة 454 مؤلف الكتاب يقول في الهامش المرقم برقم واحد حدثني بذلك الدكتور صادق الطباطباء بتأريخ 11 7 2005 ميلادي فهذا الكلام مأخوذ من صادق الطباطباء المؤلف اخذه مباشرة وهذه المعلومات معروفة هذه المعلومات في الحقيقة انا لا احتاج الى كتب ومصادر لان كثيرين من الذين عايشوا تلك الاحداث لا زالوا على قيد الحياة وهذه الامور معروفة معروفة انما احدث الذين لا يعرفون بها والذين هم بعيدون عن اجواء الحوزة وبعيدون عن اجواء المرجعية الخوئية اجواء صلوات الله صلوات الله وسلام عليه انه من الحوادث من خارج العراق كان يقسم لهم باشد الاقسام من انه ما كان يعلم بالامر وانما دبر هذا الامر تدبيرا من ورائه انني اتحدث عن زيارة ملكة ايران زوجة شاه ايران سنة 1978 ايام اشتداد الثورة الايرانية الخمينية ايام اشتداد الثورة وجاءت زوجة الشاه الى النجف والتقت بالخوئ وللزيارة مجريات ساعرضها عليكم فحينما تأتي بعض الشخصيات من خارج العراق وحتى من داخل العراق ويحرجون الخوئ يسألونه لماذا فعلت ما فعلت ان قابلت زوجة الشاه في ايام عصيبة على الشيعة هو لا يبالي بالشيعة ما هو سافر الى لندن وجرى ما جرى على الشيعة هو لا يبالي بالشيعة لا علاقة له بهذا الموضوع فكان يقسم لهم وهو كذاب 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 كان يقسم لهم بانه ما كان يعلم بالموضوع وانما دبر العمر تدبيرا ودخلت عليه بصورة مفاجئة ووالله انه لكذاب هذا الخوي انه لكذاب كذاب كذاب ساعرض الحقائق بين ايديكم كانوا يضحكون علينا مرة نسمع من ان البعثيين هم الذين دبروا هذه الزيارة وحق هذا القرآن فان البعثيين لا علاقة لهم بالموضوع البعثيون لم يدبروا امر هذه الزيارة البعثيون بعيدون بعيدون تمام البعد عن هذه الزيارة ولا علاقة لهم بها كانوا يضحكون علينا يقولون لنا بان الشاه اتفق مع البعثيين في بغداد ورتبوا امر الزيارة الشاه الرجل لم يتفق مع البعثيين البعثيون لم يرتبوا امر الزيارة وكانوا يضحكون علينا ايضا من ان الحاشية هي التي رتبت امر الزيارة وقبل خليل استمعتم الى حديث حسن الكشميري ارجع الامور الى الحواشي حسن الكشميري يعرف الحقائق لكنه هنا يجامل حسن الكشميري يعرف الحقائق هو ابن الواقع الحوزوي وهو على وعي تام بما يجري في الاوساط الحوزوية لكنه في بعض الاحيان يكون مضطرا للمجاملة ماذا يصنع هذا هو الواقع الذي نعيشه ويضحكون علينا ايضا من ان الحواشي هي التي رتبت الموضوع وانا اقول لكم الحواشي بريئة صدقوني هذا الكلام الذي ينسب دائما الى الحواشي صحيح ان حواشي المراجع سفلة انجاس لا دين لهم لا انسانية عندهم لا اخلاق لديهم كثير منهم لواطون قوادون مأبونون هذا نحن نعرفه هذا الامر نحن نعرفه لكنهم براء من كثير من جرائم المراجع المراجع هم الذين يباشرون جرائمهم بانفسهم نعم الحواشي هي التي تنفذ لكن الاوامر والتخطيط يصدر من المراجع انفسهم ويكذبون عليكم دائما حينما يفتضح امر المرجع في جريمة من جرائمه او في فضيحة من فضائحه القذرة او ان عورته تنكشف انكشاف واضح للناس يلقى باللوم على الحواشي الحواشي انجاس ارجاس نحن نعرف هذا لان المرجع يختارهم من اراضي للناس لماذا لانهم ينفذون له المهمات القذرة المهمات القذرة تحتاج الى اناس القذرين المراجع كيف يعملون من طريقتين من طريق شراء الذمم بالاموال ومن طريق الاكاذير وهذان سلاحان قويان بالمناسبة لا يستطيع الانسان ان يواجه هذين السلاحين الاموال الاموال ترغم الاناف الاموال الاموال تلوي الاعناق الاموال تدك الرؤوس الاموال تعز الذليل وتذل العزيز الاموال تجعل المجرم بريئا طاهرا وتجعل البريئ الطاهرا مجرما وهذا هو الذي يفعله المراجع الطوسيون على طول الخاط ليس اليوم أنا لا أحدثكم عن مرجعية بعينها إنني أحدثكم عن مراجع الشيعة منذ أن تأسست الحوزة اللعينة القذرة النجسة في النجاف منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا والأمر مستمر على حاله سلاح المرجعية هو هذا ليس عندهم من علم ولا من منطق ولا من فكر ولا من تخطيط سليم سلاحهم الأكاذيب والأموال الأموال لشراء الذمم والأكاذيب على نوعين يكذبون لإظهار مناقب المرجعية ويكذبون لإظهار نواقص ونقائص الذين يخالفون المرجعية والذمم التي تشترى بالأموال هي التي تصفق لهذا الأمر وهي التي تقوم بنشر هذه الأكاذيب الأكاذيب لتعظيم المرجعية والأكاذيب لتهوين أمر الذين يخالفون المرجعية هذا هو سلاح المرجعية الأكاذيب والأموال الخوء كذابهن المراجع الذين قبله كذابون والمراجع الذين بعده كذابون المراجع كذابون كما قلت لكم قبل قليل من خلال معرفتي بتأريخ المرجعيات والمراجع وإنني لعلى معرفة تفصيلية تفصيلية ومن خلال معرفتي بواقع المرجعية في الزمان الذي عايشته ولازلت أعايشه إنني أعرف تفاصيل حياتهم إنني أعرف تفاصيل ما يجري في كواليسهم ليس عندهم من شيء إلا الأموال لشراء الذمم والأكاذيب لا عندهم من علم لا عندهم من معرفة بدين العترة الطاهرة ولا عندهم من دين أو ورع أو تقوى هذه أكاذيب الورع التقوى العدالة الأورع الأعدل الأعلم الأضرط الأخرى وهم أحدهم أخرى من الآخر أنجس من الآخر هذا هو الواقع الشيعي الذي لا تريدون أن تعرفوه الكتاب الذي بين يدي لسيد حسن الكشميري أيضا محنة الهروب من الواقع صفحة 173 تحت هذا العنوان زوجات شاه إيران لا أريد أن أخوض في المطالب التي ذكرها لضيق الوقت إنما أذكر هذا لكم إذا أردتم أن تراجعوا الكتابة بإمكانكم أن تراجعوا زوجات شاه إيران صفحة 173 إلى صفحة 177 أقرأ لكم حادثة واحدة إنه ينقلها عن السيد فاضل الميلاني وهو الشخص الأول في مؤسسة الإمام الخوئي هنا في لندن السيد فاضل الميلاني هو خال أولادي حسن الكشميري زوجة حسن الكشميري شقيقة فاضل الميلاني حسن الكشميري ينقل عن فاضل الميلاني من أنه بعد أن حدثت تلك الزيارة وذلك اللقاء فيما بين فرح ديبا التي هي ملكة إيران زوجة شاه إيران بعد حدوث اللقاء فيما بينها وبين الخوئ وما جرى في ذلك اللقاء من المجريات فإن الشباب الإيراني الثائر كان يردد في المظاهرات يردد هذه الكلمات فرحجون فرحجون غسنخر فرحجون شاه أقرب ميرا خوئي ترامي غيرا يعني عزيزتنا فرح إنها فرح ديبا وأعتذر لجلالة الملكة فرح هي هنا تعيش في لندن مثل ما نعيش نحن هنا في لندن فإن جلالة الملكة تعيش هنا في لندن في أيامنا هذه أعتذر لها إذا بلغها هذا الكلام وآذاها أعتذر لكنها حقائق التعريخ فماذا أصنعوا معها هذه حقائق التعريخ وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع فكانوا هكذا يرددون فرحجون فرحجون غسنخر فرحجون شاه أقرب ميرا خوئي ترامي غيرا لا تحزني لا تغتمي يا عزيزتنا فرح إذا مات الشاه فإن الخوئي سيتزوجك إنها روح الدعابة الإيرانية هذه شعارات لاذعة لاذعة جدا وجميلة في صياغتها يا عزيزتنا فرح لا تغتمي ولا تهتمي إذا ما مات الشاه فإن القوئي في خدمتك هو الذي سيتزوجك متى كان هذا متى كان هذا كان هذا بالضبط في تسعة عش اهدعش الف وتسعمية وثمانية وسبعين أتحدث عن موعد لقائها بالخوئي تسعة عش اهدعش الف وتسعمية وثمانية وسبعين في أكثر أيام الثورة الإيرانية حماسا والتهابا في الشارع الشيعي الإيراني تلاحظون أن المنطق هو المنطق أن منطق الحمير الذي تصرف وفقا له الخوئي في موضوع تسفيرات السبعينات في العراق هو 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 منطق الحمير نفسه يتصرف وفقا له وعلى أساسه في أيام الثورة الإيرانية في أشد أيامها حماسة واشتعالا والتهابا تسعة عش اهدعش الف وتسعمية وثمانية وسبعين بالضبط 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 يوم اثمنطعش ذي الحجة الف وتلاثمية وثمانية وتسعين هجري قمري أي في عيد الغدير في عيد الغدير أستنتج أستنتج أن الخوئي هو الذي اختار هذا اليوم لأن الوثائق والمعطيات ماذا تقول تقول من أن اللقاء هذا لم يطلبه الشاه لم يطلبه الشاه ولم ترتبه الحكومة العراقية ما علاقة الحكومة العراقية بما يجري في داخل ايران حتى ترتب الأمر الشاه لم يطلب البعثيون لم يرتبوا والحواشي لا شأن لهم بهذا الموضوع هل ملكة ايران هكذا من دون سبب تأتي إلى العراق كي تزور الخوئي من دون مقدمات ستطلعون على الحقائق والوثائق الخوئي هو الذي طلب ذلك الخوئي هو الذي عراد اللقاء لأنه أراد أن يوصل رسالة خاصة إلى الشاه ومن هنا جاءت ملكة ايران الخوئي هو الذي طلب هذا فلا شاه ايران كان وراء الموضوع ولا الحكومة البعثية كانت وراء الموضوع ولا الحواشي وإنما الخوئي هو الذي أوصل رسالة إلى الشاه ولما علم الشاه بأن الخوئي يريد ارسال رسالة خاصة أرسل زوجته فإنه فإنه لم يرد للأمر أن يكون دبلوماسيا أو سياسيا وإنما أراد أن يظهر للخوئي مدى احترامه للخوئي حيث أرسل زوجته عائلته ولكي يأخذ الخوئي راحته في الكلام وهذا هو الذي جرى الخوئي هو الذي رتب ذلك ولذلك أقول لكم أستنتج أن موعد الزيارة حدده الخوئي فحدده في عيد الغدير لأن ملكة إيران جاءت جاءت وبقيت في العراق لمدة يومين وصلت في اليوم الأول فكانت في بغداد في اليوم الثاني ذهبت إلى النجف وبعد ذلك رجعت إلى طهران ما إن استلمت الرسالة وكانت رسالة شفهية ما إن استلمت الرسالة من الخوئي واستلمت هدية الخوئي التي بعث بها إلى الشاه رجعت بنحو مباشر إلى طهران فكان اللقاء في تسعة اهدعش الف وتسعمية وثمانية وسبعين للميلاد ثمانتعش ذي الحجة الف وتلاثمية وثمانية وتسعين هجري قمري في تسعة وعشرين ثمانية الف وتلاثمية وسبعة وخمسين هجري شمسي بحسب التأريخ الإيراني شهر الثامن وشهر آبان تسعة وعشرين آبان وهو الشهر الثامن الف وتلاثمية وسبعة وخمسين هجري شمسي لما وصلت ملكة إيران إلى بغداد وصلت مع وفد لا علاقة له بالدبلوماسية مطلقا سأعرض لكم صور الوفد الذي رافقها لكن قبل أن أعرض لكم صور الوفد الذي رافق ملكة إيران جريدة الثورة إنها الصحيفة الرسمية لحزب البعث نشرت صورا عن زيارة صدام لملكة إيران صدام زارها ولم يكن هذا جزعا من برنامج زيارتها لأنها لم تكن في زيارة دبلوماسية فزارها صدام إلى مقر إقامتها في اليوم الأول من وصولها إلى بغداد رجاء أعرض لنا الصورة الأولى هذا هو صدام في زيارته لملكة إيران صدام حينها كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة رجاء أعرض لنا الصورة الثانية هذه الصورة هي جزء من زيارة صدام لملكة إيران بعد ذلك في اليوم الثاني ذهبت إلى النجف أعرض لكم صورة الوفد المرافق لها هذه الصورة عبارة عن لوحة نحن وضعنا فيها صور أعضاء الوفد المرافق لملكة إيران رجاء أعرض لنا اللوحة اتركوا اللوحة على الشاشة كي أعرف المشاهدين ب أصحاب الصور رجاء اتركوا اللوحة على الشاشة نبدأ من الخط الأول الصورة الأولى هذه صورة والدة ملكة إيران وهي لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي وكانت تعيش خارج إيران لكنها حينما سمعت عائليا بأمر هذه السفرة جاءت مسرعة والتحقت بابنتها لأجل أن تزور العتبات المقدسة في العراق لأجل أن تزور النجفة وكربلة الصورة الثانية هذه صورة بنت الشاه إنها الأميرة ليلة بهلوي وكانت صغيرة ليلة بهلوي ولدت سنة 1970 ميلادي يعني أن عمرها ثماني سنوات كانت طفلة صغيرة حينما ذهبت أمها لزيارة الخوء بقيت حية إلى 2001 تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وانتحرت انتحرت بسبب عالم المخدرات الصورة الثالثة لشقيقها علي رضا بهلوي وهو مولود سنة 1966 كان عمره في السفرة أثناء السنة كان صغيرا أيضا بقي حيا إلى 2011 في الولايات المتحدة الأمريكية وانتحر أيضا بسبب المخدرات أخته في 2001 انتحرت وهو سنة 2011 انتحر بسبب المخدرات الصورة التي بجانبه هي صورة أخته الأميرة فرحناس بهلوي وهي حية الصورة الأخيرة في الصف الأول إنها صورة الملكة فرح الخط الثاني الصورة الأولى صورة مبهمة وكتب عليها الضباط هناك ضابطان من الجيش الإيراني برتب عالية يرافقان الملكة في أسفارها لم نستطع أن نحصل على صور الضابطين وهناك صورة أيضا مبهمة ل إمرأة محجبة وهي متدينة كما يصفها حسين نصر في كتابه الذي سأحدثكم عنه هذه سكرتيرا لأم الملكة وهناك صورة إمرأة ترتدي الشادر الشادر الإيراني في الحقيقة هي سافرة ولا ترتدي الشادر الإيراني هذه زوجة مؤلف الكتاب الذي سأحدثكم عنه والذي صورته بجانبها هذا حسين نصر كان مديرا للمكتب الخاص بالملكة فرح وهو الذي رتب أمر زيارة الملكة فرح للخوع بعد أن أمرته بذلك هي التي أمرته فهذه المرأة هي زوجته وإنما ترتدي الشادر الإيراني ترتدي الشادر حينما دخلت على الخوع فكانت ترتدي الشادر وحتى الملكة ترتدي الشادر الإيراني وسأعرض لكم الشادر الإيراني العباءة الإيرانية العباءة الإيرانية التي تلبسها النساء في إيران فهذه الصورة اقتطعناها من صورتها مع الملكة فرح والإثنتان تلبسان الشادر حينما زارت الخوع أما الصورة الأخيرة فهذا ابن خالي ملكة إيران هذا هو رضا قطبي مدير التلفزيون الإيراني هو أستاذ جامعي متخصص في الرياضيات تلحظون أن الوفد لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالدبلوماسية وليس هناك من أمر سياسي أو حكومي أو دبلوماسي أطفال وأقرباء وحسين النصر هو مدير مكتبها الخاص الزيارة شخصية شخصية بتمام معنى الكلمة ولم يطلب الشاه هذه الزيارة ولم تطلب ملكة إيران هذه الزيارة الذي طلب الزيارة هو الخوي أراد شخصا من قبل الشاه كي يحمله هدية ورسالة للشاه الشاه أرسل زوجته إلى الخوي هذه هي الحكاية الخوييون كذابون حينما يقولون من أن البعثيين رتبوا الأمر مع شاه إيران والحوزويون حمير حمير حينما يصدقون من أن الحواشي هي التي رتبت الموضوع الذي رتب الموضوع هو الخوي نفسه ولذا قلت لكم إنني أستنتج من كل المقدمات من أن الخوي هو الذي اختار موعد الزيارة وجعل موعد الزيارة في عيد الغدير نذهب إلى فاصل حسين ناصر شخصية إيرانية معروفة من تلامذة محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان رافقه عشرين سنة يعد الآن في طبقة فلاسفة إيران المعاصرين يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لا زال حيا له كتاب وهذا الكتاب يتضمن معلومات خطيرة إنها مذكراته أم لاها على متخصصين وجمعت هذه المعلومات في كتاب ها هو بين يدي عنوانه حكمات والسياسات الحكمة والسياسة باللغة الفارسية قطعا سأعرض لكم صورا تعرفكم بشخصيته رجاء اعرض لنا الصورة الأولى هذا هو حسين النصر ب ملابس حواش الملوك هو مدير المكتب الخاص لملكة ايران انه بالملابس الملكية للحواش الملكية بين يدي شاه ايران والى الصورة الثانية انه يقف امام شاه ايران وزوجته الملكة فرح ديبة والى الصورة الثالثة حيث يظهر حسين النصر وفي الصورة شاه ايران وجيمي كارتر انه رئيس الولايات المتحدة وكذلك الملكة فرح اعرض هذه الصور عليكم كي تعرف مدى قربه وعلاقته بشاه ايران وزوجته الملكة فرح والى الصورة الرابعة انها هيئة الامم المتحدة حسين النصر جالس مع الجالسين في صف الاول ويقف عند المنصة كورتفالدهايم الذي كان امينا عاما للامم المتحدة وبعد ذلك صار رئيسا للنمسا فهو نمساوي ومن هذه الصورة الى الصورة الخامسة حسين الناصر امام ملكته وسيدته الملكة فرح فهو مدير مكتبها الخاص والى الصورة السادسة حيث يقبل يد الملكة فرح والى الصورة السابعة انه مع خاتمي مع السيد محمد خاتمي الذي كان رئيسا للجمهورية في ايران هذه الصورة في زمان الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الصورة نفسها ولكن بنحو اوسع هذه هي الصورة التي اقتطعت منها صورته مع محمد خاتمي لوحدهما والى الصورة التاسعة هيلاري كلنتن انها وزيرة الخارجية الامريكية الرجل كما قلت لكم يعيش الان في الولايات المتحدة والى الصورة العاشرة هذا اجواد الخوئي هذا حفيد الخوئي هذا اجواد ابن تقي الخوئي ومعه كذلك ابن عمه هذا حيدر حيدر ابن عبد المجيد الخوئي في زيارة لهما الى واشنطن وهذه صورة تجمعهما ب حسين ناصر الى صورة كتابه اعرضوا لنا كتابه هذا هو كتابه الذي يجمع مذكراته في هذا الكتاب معلومات ثمينة ثمينة تحدث في هذا الكتاب عن موضوع زيارة الملكة فرح للخوئي تحدث في صفحة ميتين وسبعة واربعين ويستمر الكلام في هذا الموضوع الى صفحة ميتين وتسعة وخمسين من صفحة ميتين وسبعة واربعين الى صفحة ميتين وتسعة وخمسين الكلام يدور في اجواء لقاء الملكة فرح بالخوئي في النجف ويعود بعد ذلك كي يتحدث في شؤون هذا الموضوع ابتداء من صفحة ثلاثمية أو خمسة وعشرين وما بعدها تحدث بمعلومات مهمة جدا سأعرضها بين أيديكم كي تعرفوا الحقائق المغيبة عنكم رجاء اعرضوا لنا صورة لحسين ناصر وإلى صورة أخرى وعرضوا لنا صورة حسين دهباشي هذا هو حسين دهباشي إنه كاتب وباحث وإعلامي إيراني هو الذي كتب هذه المذكرات في الكتاب الذي عرضته عليكم قبل قليل هكمات وسياسات وأعرضوا لنا صورة أخرى لحسين دهباشي وإلى صورة الثالثة وبعد هذا فإنني سأعرض الوثائق التسجيلية إنها الأحاديث التي تحدث بها حسين ناصر إلى حسين دهباشي وآخرين من الذين أشرفوا على جمع هذه المذكرات وتسجيلها اعرضوا لنا الوثيقة الأولى شما در دوري تصدق مسؤوليتم در دفتر ملكه وقت سفره خارجي هم داشتید به نوبت مختلف جهان بعضی از این ها کما بشت به سیاسی داشتش یکی از مهم تینا که از نوبت قبل باقی منده بود سفر جنوالی و سرکار خانم شهبانو به کشور عراب میخواستم خواهش بکنم که لطف کنید اصلاً این سفر چه بونه شکره به شمیتی انجام شد و بعد از اون چه ملاقات های انجام شد رو برامون توضیح بسم الله الرحمن الرحیم این سفر از آهز تاریخ خابری میانه آهز اهمیت خاصه این سفر در واقع برای دیدن آیت الله خوهی بود که شون فرموده بودن که من یه پیغامی دارم برای شاه و خب خودش شاکره امتونست بره شونه نمیتونست برن به عراق در این که میبود پاییز هزاسته پنجه هفت بود من الان دیگه ماه شده نمید بردنم مثال پاییز بود و از چه تایدین درخواستشون رو مطرح کردن آیت الله خوهی چی بودی درخواستشون رو به تا به شما رسوندن به تا من نرسوندن به تا خودشاره سوندن و فکر مانم توسط یکی از آیت الله ها در ایران بود درست مجراش روشن نشد ولی برحار به دست شارش اتا توسط سفارت عراق ما نبود از مجراش علمی بود علما بود خلاصه و بعد یه روز شهبانو من گفتن که من دارم میرم عراق برای دو روز و شما هفته باید بیان این که من با هم رفتیم همراهان سفر خیلی کم بودن خیلی ما خواستن بیان چون زیارت برای بودن خود زیارت هزمان حسین و زیارت هزه علی ولی همستان و دیگران دافت طلب زیاد بود ولی همراهان خیلی کم بودن مراکب بود از خود شهبانو دفتر خانون دیبا بودن و زن محتیم و خیلی علاقهان بودن بیان و خود بنده و همسرم و آقای رزای قطبی و یکی دو تا از این سبه بودن و اینان که آجدان های نزای بودن یاد نعرفه که دوم از این آقای اون بودن برای حالی مثلا شهب وش نفری بود ورنامی بود که ما وارد بغداد بشیم و بعد بریم به نجف دیدن آیتولای خویی و همچنین برای زیارت بعد ما رو ببرم به کربلا بزرد از همام حسین رو برگردیم دو روش سفر دو روش رفت دیدن آیتولای خویی میشون خوب اون وقت مرجای تقلید بزرگ شیه بود این حقاقه نباید فراموش کرد خیلی خیلی مهمه تقریبا تمام شیگان شیه های پاکستان و هند و محالک عربی ازشون تقلید میکردم اونهای که عرقمشون و خود عراق جمع کنین شیه های ایران بیشتر میشه یا قلب مسابی میشه یا همین چیزه خلاصه بعد از سلام محاله که اینا حرف اصلی آیتولای خویی این بود این گفت اولین انگوشتر داد به شهبانو گفت این رو بدیم برای حفاظت پادشان بعد هم گفتش که پیام من اینه که دستیزدت اشون امامه شبانو با سرش بودیم رو زمین هم بشیسته بودیم جارزانو پرشونو تا کچیکی خیلی محقق ندهم به امامه هاشون گفتن امامه ما به شاه بگیرین امامه ما علمه ما رو بگیرین ببندید به دوله توفنگ های ارتش ایران یعنی اتحادی پیده بشه بین علمه و حکومت ایران و نگذارید که همه نظام به هم بخوره وگرنه یه فاجعه بزرگی برای شیعه برای عراق برای ایران خواهد بود این پیام ایتولای خواهی بود پاسوان شبان نیچه بود هیچ چی پاسو گفتن من پیامتون رو خواهم داد بزرگی که نمیشون چی باید نه خراقا اینجوری نیست که نبود ایشون داشت پیغام میفرسد پیغام میفرسد که مخصد پیغام مستقم شخصی باشه چون خب خیلی افراد ساده وارد نیستن طبعا تمام تلفون های دنیا هست سهت نظر دولت های قربیه برحال این برای این که نامه نفرسته ایشونو تلفون نکنه خواهد وسائل مختلفی که بود اون وقت ایمیل هنوز نبود ایشون مقاید مستقیمن این پیغامو بده و دلیل رفتن شبانو به عراق همین بود همون یه جمله بود در واقع که حالی ذره بست داشت اصل شمونه همیه خدمتون گفتم و البته امن اکیت هر افتار انقلاب بودن با گفتار ایتالا خواهی خلی بد بودن قولی للشاه ان یأخذ عمائمنا نحن العلماء ویشدها بفوهات بنادق الجیش الایرانی هل كان مجبراً على ذلك انه منطق الحمیر فحینما یهیمن منطق الحمیر یغیب الضمیر فهذا هو عنوان حلقاتنا موقف الضمیر ما بین منطق الامیر ومنطق الحمیر انتم قولوا این تضعون الخوئی هنا تضعون الخوئی مع منطق الامیر ام مع منطق الحمیر مع من قولی للشاه ان یأخذ عمائمنا نحن العلماء ویشدها بفوهات بنادق الجیش الایرانی ایذن تتعجبون ان تكون مرجعیه السیستانی صمام اهمان للمشروع الامریكی تتعجبون من هذا ایذن تتعجبون من السیستانی حينما يقول لعمر موسی لا تلقوا بالعراق في احضان ایران ما هو هذا المنطق نفسه نفس المنطق انه الخضوع للملوک والسلاطین هذا هو التملق بعيدا عن منطق علی وآل علی التملق لأهل الدنيا نحن عندنا في احاديثنا الشریفة عنهم صلوات الله عليهم اذا تضعضع العالم عالم الدین اذا تضعضع العالم الفقیه لثری لرجل ثری لأجل ماله حينما يستقبله حينما يتعامل معه فقد ذهب ثلثا دینه هذا اذا كان عنده ودین هما الجماع بالنجف يشتغلون بالناقص فيذهبون في الناقص بنحو ابعد وابعد رجاعن اعرضو لنا الوثيقة الثانية مدت پیش من قفته پیش اصناد سوال رو دیدم در حتما سفره که شما تشرف درده بودید ظاهرن خبر وقتی منتشر میشه پخش میشه خبر این دیدار انقلابیون نراحت میشن دفتر آیه خوری در قم مورد سوال قرار میگیره و به فاصله کتاگی در واقع اون دفتر این گونه به سایری منتقل میکنه که آقای خوری در مقابل عمل انجام شده قبل گرفتن ایشون دعوتی نکردن نمهنده آقای خوری در قم در واقع اعلام میکنه ایشون دعوتی نکردن و چون در واقع منع که وقت منظرشون وارد شدن این دیدار انجام میشه و از طرف دیگه هم سوال بزارش رو تقییه میکنه که مطر صحبت ها از رایدو تبلیزیون پخش بشه و با همون دفتر هم تماس میگیره اون شخص مربوده هم تماس میگیره و الواقع این طوری در واقع بخمیفته اما آقای خوری کشموقع و رماینده شما به سراحت این رو مشخص نمی کنن که ما دعوت کننده در واقع بودیم و نه شهر خانم در واقع یک جوری تحقیل این دیدار بوده این گردن نگرفتن این که ملاقات در واقع از طرفیشون بوده من اون چی که بینورستم خدمتون گفتم منظور این اینست که آیا برخوننده نبوده این بونه برخونده آیتواتا خواهی که بعد از این نگه که من میخواستم دیدار رو کنم و کردم خیلی 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 بوده ممکنه من پشت پرده به طور که بنده اطلاع نداشتم مثلا شاک چه خوب یکی ملاقات بایتوار خوبی مثلا بشه پیغام برسه برای علماء شیعه در آقا اینا من اوناش اصلا وارد نیستم و اون قسمت یکی بنده وارده میشه خدمتون گفتم و یه دفعه ابتدا به ساکن شد که اصلا شهبانو و اینه مکنه یه وزاره های کسی میفرسدن به عراق یا یکی سفیری کسی کاری نداشت یه سفیر میرد پیغام میگیر آیتولای خویی بعد با تیاره برمیگش میاد پیغامو شباهن میدن ای همین که همین که آیتولای خویی قبول کردن شهبانو ایرانو ببینن یعنی قبول کردن که شهبانو ایرانو ببینن یعنی یعنی این جمعه نمیشه راعت کرد منطق تکرار خود جمعه بشه قابل انکار نیست پس یعنی در واقعشون قبول کرده بود میخواست اینطور بشه فی وقتها بعد ان انتشر الخبر شیخ محمد صدوقی من علماء ایران وكان فی مدینه یزد وجه رساله الى الخوئی واشتهرت فی حینها ابتدأها بهذه الانه انها الانه سورة الاحقاف وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طيباتكم فی حیاتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون تستكبرون في الارض بغير الحق وَبِمَا كنتم تفسقون وهي تنطبق تمام الانطباق على هذه الواقع تدبروا فيها وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَا أَذْهَبْتُمْ طيباتكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون محمد باقر الصدر ذهب إلى الخوئ ذهب إلى الخوئ ولامه لوما شديدا على الذي فعله من أنه استقبل ملكة إيرانا في بيته وكان الذي كان الأمور التي تجري في الغرف المغلقة في الحوزة الآخنديون يعرفونها فليس هناك من أسرار كما يقول المثل الشعبي نحن أولاد القرية أو كل من عرف خي الأممنا واوية واوية جميعنا وأنا واحد منهم لأنك لن تعرف الواوي ما لم تصبح واويا القاعدة القاعدة هكذا تقول لا يعرف الواوي إلا الواوي فإذا لم تكن واويا لن تستطيع أن تعرف الواوي وذولا كلهم واوية كلهم واوية إذا ما كان واوي من الأصر بس يخلي هاي القندرة على رأسه هاي العمامة يصير واوي بس يلبس هاي القندرة العباسية على رأسه يصير واوي فإذا تريد تعرفهم لازم أنتم تصير واوي الواوي يعني ابن آوة ولكن في التعبير الشعبي في العراق وفي بلدان عربية أخرى يقولون الواوي يعني ابن آوة فلا يعرف الواوي إلا الواوي وذولا واوية 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 بتمام معنى الكلمة وأتحدث بشكل خاص عن الشياب الأكبار الواوية الأصليين هم الشياب الأكبار مو الحواشي الحواشي واوية صغار صدقوني الحواشية يرحون بالرجليين الحواشي ما لهم قيمة المشكلة عند الواوية الأكبار عند الشياب ذول هم الواوية الأصليين وكل شيء يطلع من جو وروسهم لن تجدوا أخبث منهم ولن تجدوا أكذب منهم كذابون خبث بتمام معنى هذه الكلمات أيضا ينقل عن عبد الأعلى السبزواري حينما التقى مع الخوئي في موقف في تلك الأيام فلقد قرعه تقريعا شديدا يقولون هكذا كاد أن يبصق في وجه الخوئي الرجل كان ضريرا عبد الأعلى السبزواري كان ضريرا كاد أن يبصق في وجه الخوئي القضية كانت واضحة لا تحتاج إلى بحث ولا إلى دليل الخوئي مثل ما هو عبد مطيع للبعثيين هو عبد مطيع للشاه مع أن الشاه بعيد عن لكن مصالح الخوئي كانت كبيرة في إيران مصالح الخوئي كانت كبيرة وَلَزَلَتْ خانمه فرح وَلَزَلَتْ 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 مصالح وَلَزَلَتْ نعمل مستوى بلد مثلا یه ماهانیم قبل از منقلاب ورفتر شاهد اگر اینجور باشه سؤال دوما منم جواب گرفت برمان این تو که عزتها دو میفهمید چه اون زمان چه بعدا در سال شستو یه که آیت الله خمینی مسئله رو مطرح کرده این تعبیر از طرف طرف داران آیت الله خوبی میشد که احمنان اشون در احمنان جاوشده خرار گرفته که مثلا نشکسته بودن تو خونهشون خوری عزت وارد شده و میخوام بپرسته که مثلا عزت حالی همون زمان هم این توجیه رو شنیدید یا نگودن الان مثلا از ذهنهای دهباشی ناخر من اون داستان به آقای دهباشی گفتن که آیت الله خواهی گفتن که عمومه ما رو بگیرید و ببیتونید دور لوله توفنگ سربازان ایران و نگذارید که اختشاش مملكت رو بگیرید این این گفتار ایشون بود بعد میشون یه انگوشتری داد به شهبانو که بدن به شاه و این انگوشتر رو باید آماده کرده بودشون یکی دفعه کسی وارد میشه مهمون ادم زیر دوشک انگوشتر رو ماده نداره و ایشون منتظر بودن اولا دولت عراق که همین جوری اجازه نمیدادن چیزی رو ممکنه دولت عراق قبلا تحمیل کرده بود به آیت الله خواهی منو نمیدونه ولی این نبود که مثلا ایشون نشسته بودن تو اتاق یا دفعه ما وارد شده نه این نبوده مطلب انگوشتر سال شست و یک تابیر این بود که نقش نگین ید الله فوق ایدی هم بود ها یه همچی چیزی در خاطر از داریم بله به نظر من یه همچیزی بود یه عقیق بود یه انگوشتر عقیق بود تلاهای ایران نبوده چون مسلمان مددین تلاها برن زینت خودتون میدونید ما یه واقعی بشتر تلاها به درسته میکنیم این نقره بود و یک نگین زیبای همون در واقع عقیق قرمز کمرنگ بود میدونید دیدی بودم یادم رفته بود همه وقتی آیت الله خواهی دادن و روش فیلی بکنم این شو یاد الله فوقایی دهیم چون روی اینم خیلی تحلیل شد برد این نقره نگین یعنی این کشه به شاق درن دلداری میدن که این سر صدا ها و اینا نراحت نکنه دست خدا بالتر از دست این هاست و از این قبلی اصلا یعنی هم چی چیزی بوده و هست من دیگه در این مورد مطلبی ندارم بودم مگه این که از تعلیم خواهیم چیزی بفرمیدن نه دیگه من مطالبی که به خاطر داشتم در مصاویق قبلی بوده وشی کفتا رجعا اعرض لنا صورة الملكة فرح مع مرافقتها زوجة حسین ناصر حینما توجهت الملكة فرح لقاع الخوئی و هی ترتدي الچادر الارانی هذی الملكة فرح و بجانبها زوجة حسین ناصر الّذی كان يتحدث فی هذی التسجیلات الصوتیتی الوثائقیتی و الّذی جمعت بعد ذالک فی كتابه الّذی حدثت کم عن و اشرت اليه قبل قليل حكمات و سیاسات هناکه كتاب اخر باللغه الفارسیه ایضا و هذی الجزء الّاول منه خاطرات سالهای نجاف مذکرات سنوات النجاف هذی مذکرات جمعت من عديد من الشخصیات الّذی اللّه اللّه لها صلت باحداث الثورة الّارانیه الخمینیه فی تلک السنوات خاطرات سالهای نجاف مذکرات سنوات النجاف هذا هو الجزء الاول صفحه مئة وستعش وما بعدها الّذی يحدثنا هو سید عباس خاتم يزدی هذا الشخص قريب من السید الخمینی وكان عضوا في مكتبه رجاء اعرض لنا صورة السید عباس خاتم يزدی هذا هو السید عباس خاتم يزدی واعرضوا لنا صورته الثانیه واعرضوا لنا ايضا صورة كتاب خاطرات سالهای نجاف هذا هو الكتاب الذي عرضت بين ايديكم قبل قليل هذا الجزء الاول من هذا هو الكتاب الذي عرضت صورته الان الان بين ايديكم ماذا يذكر سید عباس خاتم يزدی في مذکراته يقول حينما جاءت فرح دیبا انها ملكة ايران للقاء الخوئ كان هو موجودا في النجف وكان ابو زوجته موجودا في النجف ابو زوجته هو الشيخ حبيب الله الاراك له علاقة وثيقة بسید الخمین سید عباس خاتم يزدی مع الشيخ حبيب الله الاراك طار بالطائرة من العراق الى فرنسا كي يلتحق بالخمین في باريس في تلك الایام هو يقول رجاء اعرض لنا صورة حبيب الله الاراك مع الخمین هذا هو السيد الخمین وبجانبه مباشرة يجلس حبيب الله الاراك الذي هو والد زوجة سید عباس خاتم يزدی سید عباس سید عباس مباشرة لقاء ملكة ایران بالخوئ كيف التقت الخوئ سید عباس كان قد صدق ایران 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 حدید عباس حدیثا منطقی سید عباسه خاتم ماذا قال خلالها ان يحصل على كل المعلومات التي يحتاجها فماذا قال الخمینی له قال له لا هذا الامر قد خططوا له من قبل شهر وان الخوئ على علم كامل ومفصل بالموضوع القضية اذا اردنا ان نجمع خيوطها فانها تصبح واضحة وجلية جدا نذهب الى فاصل هناك كتاب كبير باللغة الفارسية يتألف من خمسة وعشرین جزء يؤرخ للثورة الايرانية الخمینیت عبر وثائق الساباك الساباك هذه المؤسسة الشاهنشاهية الامنية التي كانت تثير الرعب في الاوساط الايرانية الكتاب عنوانه انقلاب اسلامي برفاية اسناد ساباك في الجزء السادس عشر هناك هناك وثيقة تتحدث وثيقة ساباكية تتحدث عن تنصت على مكالمة اجراها احد المشايخ انه شيخ عباس واعد طبس رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب هذا هو الكتاب الذي حدثتكم عنه والذي يؤرخ لثورة الايرانية الخمینیت وفقا للوثائق والتقارير التي جمعت من دوائر الساباك في ايران واعرضوا لنا صورة شيخ عباس واعد طبس هذه صورة اولى واعرضوا لنا صورة ثانية واعرضوا الان الوثيقة الساباكية الساباكية هذه وثيقة ساباكية انها تقرير لتنصة على مكالمة يجريها شيخ عباس واعد طبس اعرضوا لنا الصورة التي وضعنا خطا احمر حول ما نريد بيانه في هذه الحلقة الكلام الموجود في داخل المستطيل الاحمر هذه الوثيقة وثيقة ساباكية هي باللغة الفارسية قطعا لكنني سأقرأ ترجمة ما جاء في هذه الوثيقة هكذا يقول الطبس في مكالماته في ذلك اليوم في اي يوم في اي يوم ثلاثين ثمانية الف وثلاثمية وسبعة وخمسين زوجة الشاه متى زارت الخوئي تسعة وعشرين ثمانية الف وثلاثمية وسبعة وخمسين يعني أن المكالمة كان يجريها عباس واعد طبس في اليوم الثاني للزيارة زيارة الملكة فرح للخوئي كانت في تسعة وعشرين ثمانية الف وثلاثمية وسبعة وخمسين هذه الوثيقة أرخت بتاريخ ثلاثين ثمانية الف وثلاثمية وسبعة وخمسين هجري شمسي يعني بعد الزيارة بيوم فماذا كان يقول واعد طبسي في مكالمته اتصلت بالنجف الأشراف وتلقيت معلومات عن عقد الاجتماع أي اجتماع هم يعلقون في الوثيقة هم يعلقون السافاك لقاء لقاء صاحبة الجلالة الملكة فرح بهلوي مع آية الله السيد أبو القاسم الخوئي في النجف الأشرف هذا الكلام كلام ساباك يشرحون مقصد واعد طبسي في مكالمته ويستمر واعد طبسي لكن في رأيي يجب أن ينفي آية الله السيد أبو القاسم الخوئي هذا الاجتماع وإلا سيصدر التحريم بحقه أي تحريم كان الكلام يدور بين الكثير من العلماء في إيران الذين كانوا من الخمينيين ومن غيرهم من الذين يناصرون الثورة كان يدور الكلام فيما بينهم أن يصدروا بيانا أن يصدروا بيانا يجتمل على فتاوى تحرم تقليد الخوئي وتحرم إعطاء الحقوق الشرعية للخوئي هذا الكلام كان يدور لكنه لم ينفذ لماذا كان يدور هذا الكلام لأنهم كانوا يعلمون بأن الخوئي هو الذي رتب الموضوع لو أن الخوئي لم يرتب الموضوع وآخرون رتبوا الموضوع فإن الخوئي لا يلام على هذا لكنهم يعلمون علما حقيقيا مثل ما قال الخوئي لحبيب الله أراكي من أن القوم يخططون لهذا الأمر منذ شهر ومن أن الخوئي كان على علم تفصيلي بالموضوع لأنه هو الذي طلب هذا هو الذي أراد أن يوجه رسالة للشاه وأراد أن يرسل هدية للشاه فكان الموضوع من أوله إلى آخره من قبل الخوئي أما الكلام الذي ضحك به علينا فهو جزء جزء من الألعوبة الحوزوية الطوسية وجزء من أكاذيب المراجع اللعناء الأنجاس الحقراء لقد ضللوا أسلافنا وضللوا أجدادنا وآباءنا وضحكوا علينا بأكاذيبهم وقذاراتهم وهذه الحقائق بين أيديكم احترموا عقولكم احترموا عقولكم وانظروا للذي يجري حولكم هناك الكثير من الأمور أعرفها لكنني لا أمتلك الوثائق بخصوصها حينما أمتلك الوثائق كهذه الوثائق فإنني أحدثكم والأمور التي لا أمتلك وثائقها هي الأخطر والأخطر والأخطر وهي الأقذر والأقذر والأخذر أتحدث عن المراجع الذين ماتوا سود الله تعالى وجوههم وعن الأحياء أركسهم الله في مهانتهم وحقارتهم في الدنيا والآخرة نذهب إلى فاصل رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة التي وجهها شاه إيران إلى الخوء يشكره فيها على الهدية التي أرسلها إليه مع الملكة فرح إنه خاتم العقيق الذي نقش عليه يد الله فوق أيديهم هذه الرسالة عثر عليها بعد انتصار الثورة الإيرانية الخمينية اعرضوا لنا صورة هذه الرسالة هذه هي الرسالة الملكة فرح زارت الخوئي في 19 11 1978 للميلاد تأريخ صدور هذه الرسالة 24 12 1978 للميلاد رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة وهي مطبوعة بالطباعة الحروفية لأن النسخة الأصلية التي عرضتها عليكم قبل قليل كانت مكتوبة بخط اليد هذه هي الرسالة نفسها لكن الصورة السابقة هي الصورة الأصل للرسالة التي كانت مكتوبة بخط اليد إنه أتكيت ملوكي سلطاني شاه شاه أقرأ عليكم ترجمتها حضرة آية الله العظمى حاد سيد أبو القاسم الخوئي دامت بركاته أملا بعون الله سبحانه وتعالى والألطاف الخاصة لولي العصر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه أن يكون جنابكم الغالي علينا بصحة وعافية شرفني وبكل امتنان خاتم العقيق المزين بالآية الكريمة يد الله فوق أيديهم إن اهتمامكم الخاص بي ورعايتكم بشارة خير كبيرة وعظيمة وإني إذ أشكر الله عز وجل وأئمة الحق الذين حرسوني وحرسوا المملكة طيلة حياتي وأيام ملكي وكانوا دليلاً لي في حفظي ونشر مذهب الحق المذهب الجعفري وحرسوا المملكة والأمة والأمة الإيرانية في كل الحوادث السيئة في الماضي والحاضر مرة أخرى نسأل الباري عز وجل أن يحفظكم في كنفه لكل الشيعة في العالم وخصوصاً وخصوصاً الأمة في إيران ونحن بحاجة دائماً إلى دعائكم المبارك قصر يا وران هذا هو القصر الملكي بتاريخ الرابع من شهر دي 1357 شمسي محمد رضا بهلوي بالتاريخ الميلادي 24 12 1978 للميلاد وماذا بعد هناك كتاب وهو كتاب وثائقي كبير يتجاوز العشرين مجلداً أصله باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة العربية هذا هو الجزء الخامس عشر باللغة الأم باللغة الفارسية سحيفي نور هذا الكتاب يجمع كل الوثائق الخمينية خطابات الخميني فتاوى الخميني التي تخص الثورة بياناته كل ما صدر عنه جمع في كتاب مفصل يتجاوز العشرين مجلداً في هذا الجزء الخامس عشر في الصفحة الخامسة والأربعين خطاب للخميني بالتاريخ الهجر الشمسي ثمانية أربعة ألف وثلاثمية وستين هجري شمسي بالتاريخ الميلادي تسعة وعشرين ستة ألف وتسعمية واحد وثمانية هذا الخطاب أنا سمعته من التلفزيون كان الخميني يتحدث عبر التلفزيون وأمامي في الصفحة الخامسة والأربعين ما تحدث به الخميني عن الخوئ فنحن ما بين السيد الخوئ وسيد الخميني رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب هذا هو الكتاب الذي كنت أتحدث عنه فالخطاب الذي أشرت إليه تحدث السيد الخميني كيف أن السيد الخوئ يصف قادة الثورة الإيرانية الخمينية بأنهم حمير وسيد الخميني يصف الخوئ بأنه بهيمة مربوطة همها علفها نستمع إلى السيد الخميني و هو يحدثنا عن السيد الخوئ مربوطة 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 شهيد 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 آقای سرشناس گفته بود این خریدش بوده آدام که نمیرد در طور خیابان مقابل مسلسل ببیسته و همون آقای سرشناس پروندش از سواك بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در سیابانها کشتن شدن انگوشتر برای سلامت محمد رزا قرستاده بود یه دسته اینطور که حضرت امیر سلامالله علیه از اینها تعبیر میکند که اینا همشون علفشون هست اون سلطه حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره نمازم میخوند و روزم میگیرد و عبادات شعری هم به جا میارد لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در محرز خطری در محرز چیزی قرار بدد هل تريدون مراجع اکبر من السید الخوئی و سید الخمینی؟ فسید الخوئی یصف السید الخمینی ومن معه بانهم حمیر و سید الخمینی یصف السید الخوئی بانه بهیمه مربوطه همها علفها و نحن نعرف ان الذي همه علفه همه بطنه قیمته ما يخرج من بطنه هذا يعرفه السید الخمینی و يعرفه السید الخوئی و نحن نعرفه ایضا اذا لماذا تلومونني حينما اتحدث عن حوزة الحمیر مع انني لا اصفهم بالحمیر الحیوانات السید الخوئی یصف السید الخمینی ومن معه بالحمیر الحیوانات و سید الخمینی یصف السید الخوئی بانه بهیمه مربوطه بالحیوانات انا لا اصف المراجع بالحیوانات انما اصفهم بالحمیر البشر بحسب منطق القرآن لان القرآن حدثنا عن منطقین عن منطق الامیر اليوم اكملت لكم دینكم هذا هو منطق الامیر و عن منطق الحمیر الذین ترکوا النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الجمعة و ذهبوا يستبدلون صوته بصوت الدفوف و الطبول هذا هو منطق الحمیر وهو هو منطق الطوسیین الذین تركوا دین العترة الطاهرة وراحوا يتمسکونه بدین الطوسی الذي هو دین الشوافع والمعتزل ماذا تقولون من این جاعتكم هذه البلية التي اسمها الغزی من این جاعتكم هذه البلية مو چنتم ارتاحین و متونسین من این جاعتكم هاي الطرقاح هذا السؤال انا لا اعرف اجابته عليكم انتم ان تجیبوا على هذا السؤال نكمل الحديث في حلقة يوم غد ان شاء الله تعالی على املي على املي ان تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائیون نحن يا بقية الله زهرائیون نحن يا حسین يا حسین يا حسین والهوى والهوى زهرائی سألكم دعا جميعا في امان الله